دائماً بنكلم حضراتكو على الأصمرات كنموذج وكأيقونة من الإنجازات التي تحققت في ملف القضاء على العشوائيات الخطرة أهلنا وإخواتنا اللي كانوا موجودين في أماكن عشوائية خطرة كانت بتعرضهم، تعرض حياة أولادهم للخطر اتنقلوا للأصمرات، اتنقلوا لرودة السيدة، لبشير الخير لكل هذه المشروعات الموجودة في مصر والهدف منها هو القضاء على العشوائيات الخطرة اللي تقريباً الحمد لله انتهى هذا الملف تماماً كنا رصادنا مع حضراتكو قبل كده من الأصمرات مثلاً ده واحد من المشاريع المقامة في الأصمرات والسيدات اللي ما كانتش عمرها اشتغلت ولا ساعدت زوجها في تربية ولاد ولا كان لها مصدر داخل ولا كانت طرف مهنة راحت واشتغلت تعلمت مهنة سواء في السجاد اليدوي، سواء كان في مصنع الملابس أو دي الورشة كانت بتاعت صنع السبح الجميلة فما كانش يعني الناس دي عندها سابق عمل ولكن الحياة اختلفت بقى فيه مصدر رزق جديد قدرت تساعد زوجها حتى الشباب اللي بيشتغلوا في هذه المشروعات برضو استفادوا بشكل كبير جداً لما يكون المشروع داخل أو قريب من مكان السكن في الأصمرات النهاردة معانا نموذج من هذه النمازج الجميلة والنمازج المشرفة اللي قدرت إنها تستفيد طبعاً من الأصمرات وما قدمته الدولة من مشروعات وسكن بديل في الأصمرات حاجة محتربة ومتحضرة وكمان فكرة الشغل فبرحب بضيوفنا الكرام من الأصمرات الأستاذ إسلام عويس وزوجته أستاذ ميرفت هما طبعاً من سكان الأصمرات ومعاهم ابنهم الجميل ده م شاء الله يا أستاذ إسلام ويا مدام ميرفت أهلاً بيكم أهلاً يا فاني إزا حضرتك؟ عاملين إيه؟ كلصان طيبين ألو أيوة إحنا سمعينك طيب كله تمام الحمد لله الله يخليك قل لي الأمر الصغير ده اسمه إيه؟ يوسف ما شاء الله في سنة كام يوسف؟ يوسف لا ما شاء الله في سنة كام يا يوسف؟ قول ابتدائي ما شاء الله مدرسته هنا بردو عندك في الأصمرات؟ ها نعم مدرسته في الأصمرات؟ هلو ها لسه ما قدي بالله فسنا أقوله في الأصمرات طيب يا حميب ربنا يخليه لك ويحفظه أرجوك يعني عرفنا عنك وعرفنا على الأسرة الأصمرات فرقت بالنسبة لكم إحنا جينا شوفنا الأرض سورة الأرض الحية شيء جميل وشيء راقي جداً لكن قل لي زي فرقت معاك لما اتنقلت في الأصمرات؟ يا فرقت والله كتير معانا بصراحة أنا بتقعد معلش في منتعة شويات فكت بارك متمرمط في يوم تبادل في المعيشة وكذا حاجة يعني حتى لما النطرة كان بيتنطر علينا كنا بنتبادل آخر مرمطة فالحمد لله نجينا في مكان نظيف ونحمد ربنا والحمد لله طيب المدام تقول إيه طيب يعني العيشة في الأصمرات وإنها استفادت من الشيء ده اللي الدولة قدمته إنها يبقى فيه شقة شقة في المتناول وشقة محترمة في مكان كويس شايفة ده إزاي؟ يا كل حاجة حلوة بقت لنا حلوة لخطر العيال والعيشة يعني بقت حلوة هنا بالنسبة لنا بقت حلوة عن بطن البقرة بكتير كنت في مصر قديمة بطن البقرة أيوة في مصر قديمة طيب الشقة اللي انتو فيها ازاي الشقة اللي انتو فيها يعني يعني مناسبة إزاي هي مريحة بالنسبة لكم فكرة ان يعني التكلفة وقفت عليكم بإيه دفعتوا إيه ما دفعتوش إيه أحكي لنا التفاصيل دي وأكيد دي كلها عندك يعني اللي هي احنا هنا في الوصمرات أيوة بس حضرتك احنا لما جينا استلمنا دفعنا اللي هو بس المصاريف العادية بس فالحمد الله يعني ما وهلا فيه ضغط علينا في مصاريف ولا أي حاجة دفعت كم دفعت كم؟ نعم دفعت كم؟ دفعنا 4800 ساعة الاستلام وسلمونا الشقة كاملة من كل حاجة كاملة جاهزة من كل حاجة لجهزة الكهربائية نعم طيب ده اللي انت دفعتو دي اللي هي الرسوم الصيانة اللي هي الخاصة بيه الشقة والشقة مفروشة من كل حاجة زي ما حريك بتقول مفروشة من كل حاجة كويس جدا نريد نوم نريد أطفال لأنتريل صفرة لتلاجة لبتجاز لغسالة لكل حاجة كل ده جيد لقيته عندك في الشقة ومفروش وشغال كله جديده ومفروش ما شاء الله طيب أروح للأستاذ محمود علي يوسف نموذج تاني من الشباب برضو اللي استفادوا من المشروعات الدولة بتعملها في الأصمارات وغير الأصمارات في الأسكان الاجتماعي يا أستاذ محمود أهلا بيك مستاذ محمود أستاذ عمر أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أرجوك يحكي لي بقى عن قصتك في الأصمارات كنت فين والقصة جات إزاي واستفدت من مشروع الأصمارات ده إزاي طبعا استفدنا كتير يا باشا يعني إحنا من مصر قديمة اللي هي البطن البارع مناطق عشوائيات فهنا نضافة أحسن أشواء أنضف حاجات كتير متوفرة لنا هنا أنضف وأحلى كتير بصراحة إيه الخدمات اللي عندك هنا وأنت مبسوط فيها ومستريح إنت وأسرتك وإذا كان عندك أولاد يعني أنا أريد أن أقول لحضرتك يعني حوالينا نوادي حوالينا أماكن نضيفة تحس أن أنت في كنباون يعني مش مساكن داك أنت مستلمة لا دا كنباون أنت عايش فيه عندك أطفال لا أنا لسا عارس جديدة بش طيب يا سيدي ألف مبروك إن شاء الله ربنا يرزقك بإذن الله طيب قل لي الله يخليك الله يخليك قل لي فكرة النشاقة زي دي يعني يعني فكرة النشاقة مثلا يعني حتى كان رئيس جهاز التنماء الحضرية المعنس خالد صديق لما كنا نتكلم قال إن النشاقة دي تكلفتها ممكن تقب بسبعمائة وخمسين ألف جنيه فكرة إن الشاب بياخدها أو الأسرة بتاخدها كاملة ومنشطبة وفيها أجهزة ومفروشة شايف دا إزاي؟ فرق معاك إزاي؟ لا شايف إن دا يعني حاجة حلوة كبيرة قوي يعني حاجة في حياتنا إحنا حلوة إنجاز بالنسبة لنا يعني بمناسبة العشويات وإن أنت تستلم شقة زي دي تقعد فيها بعفشها كله بكل حاجة فيها إنجاز كبير طبعا يعني الفرش إنت ماشتريتش حاجة في الفرش والأجهزة الكهربائية والكلام دا؟ لا كل حاجة موجودة يا باشا في الشقق أنتري ونيش كل حاجة موجودة في الشقق جيت استلمتها كده؟ أبو استلمتها بقول أطفال وديتنوم ونيش وأنتريك كل حاجة أسالة وطلاجة وكل حاجة موجودة فيها مصاريف الصيانة مصاريف الصيانة اللي هي بتتأخذ عشان يعني يتحافظ على المكان كله شايف الرسوم دي إزاي وإزاي هي مناسبة لك؟ أو بتاع لحد يعني دا حاجة حلوة وكيسة جدا يعني لحد دلوقت تعدي يعني مثلا لو في أي مشكلة عندك في السباكة في أي مشكلة عندك في أي حاجة تروح تقدم شكوى تاني يوم على طول يا فانديم تلاقي عندك حد اللي هو مهتم بيك حد شايف وجهة نظرك حد شايف في إيه فدي في حد ذاته حاجة حلوة لنا يعني عظيم يا أستاذ محمود ممتاز يعني ألف مبروك لك وإن شاء الله تكون بفتحة خير إن شاء الله وتتهنى بإذنب أسرطك الكريمة أرجع تاني أرجع تاني للأستاذ إسلام وأسأله على فكرة إن مثلا هل الأستاذة مرفت هل جربت مثلا تستفيد من المشروعات الموجودة في الأصمارات زي أنا شفت بنفسي وكنت موجود في ورش أو المصنع الخاص بالسجاد اليدة وهي حاجة عظيمة جدا أو بالمصنع الخاص بالملابس هل فكرة إن هل عندك مانع إن هي تشارك وتنزل وتشتغل حتى لو ما كانش تعرف الصنع دي تتعلم وتساعد معاك في تربية ابنكم الجميل ده ربنا يحفظه أرجوك تسألها يعني وتقولها رأيك إيه ما يخليك والله أنا أتكلم أنا بالنياب عنها طيب فضل أحنا من عادتنا كده اللي احنا ما بنعرفش بنعرفش اللي هنتشغل معلش حرمنا وكده فالحمد لأن ربنا قرمني إن أنا موظف الحمد لله فباحمد ربنا على المعيشة والحمد لله الحمد لله ربنا يكرمكم إن شاء الله ويبارك لك في زوجتك ويبارك لك في ابنك إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إسلام والأستاذ مرفت شكرا جزيلا لكم وبرضو بشكر الأستاذ محمود من سكان الأصمارات نروح نشوف نموذج برضو تاني احنا قلنا نتكلم النهاردة عن الشباب والشباب كمان لاستفاد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والفي دعم كبير الحقيقة في هذا الإطار وهذا الملف برحب الأستاذ مينا مجدي أحد المستفيدين من قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يا أستاذ مينا مساء الخير أهلا بحضرتك مساء النور أهلا بيك الزعمة أهلا بيك أنا شايف يعني أشاش مفاتيح الكهرباء أورا حضرتك فوضح إن المشروع خاص بيه الكهرباء مستلزمة الكهرباء مش كده فعلا قولي بقى بتعمل إيه بالزبط واستفدت من جهاز دعم المشروعات في إيه جهاز تنمية المشروعات بدأت معي بصراحة في 2017 كان مشروعي صغير ما كانش كبير كده أخدت منه دورة تدريبية في الأول عن إدارة المشروعات وعن يعني كان دورة تدريبية إزاي تنهط بمشروعك كويس أخدت بعد كده تمويل بقى منه في 2017 كانت الفكرة عندك أو هم اللي تدوك الفكرة؟ لا الفكرة كانت عندي تمام بس هم سندونا طبعا يعني هم سندونا وهم يعني وجهونا طبعا وعندهم خبرة كبيرة قوي في مجال السوق في المجال وفي السوق المصري وعندهم حلول الأكبر وأصغر المشاكل يعني هم كانت توجيههم أهم من أكثر من كارد كمان آه يعني التوجيه والمساعدة تعمل إيه تبيع إزاي تسوق منتجك إزاي يطلع كويس إزاي ده أهم حتى من الفلوس بالزبط ده حقيقي طيب بالنسبة للفلوس بقى وقتدوا بعد كده خطوات كبيرة مهال يعني آه يعني هل هل الخطوات دي هل هي صعبة؟ عشان الشباب اللي بيسمعنا ممكن يقول ده أنا هو أنا هعرف ده أكيد عايزين طلبات كتير ومشوار طويل قوي عشان أعمل المشروع بتاعي ويدعموني أرجوك أقول للشباب هل المشوار كان صعب قوي كده ولا بجديتك قدروا يساعدوك وقطعت مشوار لحد ما ما شاء الله شافين الموضوع محترم يعني بالزبط أنا عايز أقول له حضرتك الموضوع مش صعب قوي زي ما أي حد متخيل هو الموضوع خطوات بس بسيطة بيبدأوها معك آه وبناء عليه هما بيبدأوا يحددوا اي حجمك وانت يعني اي مقدرتك تقدر تاخد تقدر تدفع قد ايه آه والموضوع مستاهل مش آه مستاهل ان انت تكبر مشروعك مستاهل ان انت تنجح أكتر طيب لو قلنا كده ايه يعني ما شاء الله مش هنحسد مشروعك بدأ فين بكام ووصل دلوقتي بكام في خلال كام سنة دول المشروع كبير ازاي؟ هو الفترة اللي هي ابتدى فيها المشروع من 2017 لحد وقتنا هذا يعني فترة نموه كانت كبيرة طبعاً عن أي وقت تاني كنت هاخده بذاتي أو كنت هاخده بإمكانياتي أو كنت هاخده بالفلوس اللي أنا كنت شغال بيها الفترة اللي هي كان بداية المشروع كان ابتدى معايا برقص مال 20 ألف ما كانش رقم كبير تضاعف دلوقتي؟ طبعاً واضح اختلف اختلف لا تضاعف تضاعف ما شاء الله كويس تضاعف يعني وصل من غير ما تقول وصل لكام من غير ما تقول وصل لكام لا خلاص تمام اه يعني بالزبط محشفت كدني ببالغ أو كده احنا بس بنقولي الكلام دليل لأن فعلاً ممكن يبقى فيه أمل يعني جهاز تنمية المشروعات لما الشاب يكون عنده فكرة أو حتى ما عندهش فكرة ويروح لكن عنده الرغبة والجدية أنه هو يشتغل هيساعده ويقدمه للفكرة ويدربه وينطلق زي محرككم كده شايفين تجربة محترمة من الأستاذ ميناء بنتمنى لك كل توفية يا أستاذ ميناء وان شاء الله نشوف كده شركتك واحدة من أكبر الشركات اللي عاملة في مجال الأدوات والمسلزمات الكهربائية شكراً جزيلاً لأستاذ ميناء مجدي نروح الفاصل وبعد الفاصل هنفتح مع حضراتكم فقرتنا الإسبوعية واجعلنا بينكم موادة ورحمة عنوان حلقة الإسبوع ده وطبعاً احنا نكون معاكم على صفحة سي بي سي عشان تبعتنا تعليقاتكم وأسئلتكم لضيوفنا هي مشكلات سنة أولى جواز يا طرق ايه هي المشكلات اللي قابلتكم وحلتوها ازاي ولو ما كنتوش حلتوها ايه تعليقاتكم عليها خليكم معنا